ربما سمعت عنها وربما لا قيل إنها أصغر مدينة في العالم لا يسكن بها إلا ثلاثون شخصا فقط وإذا أردت أن تستأجر فيلا فيها فلن تصدق كم ستدفع مقابل ذلك فما هي قصة هذه المدينة وأين ذهب سكانها على بعد ساعات قليلة من المملكة المتحدة وتحديدا في قرواتيا تقع أصغر مدينة في العالم وذلك بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث يعيش ثلاثون شخصا هناك ويوجد شريعا فقط بها حوالي ثلاث صفوف من المنازل وتسمى مدينة هوم الواقعة إداريا في بلدة بوزيت في الجزء الأوسط من استراليا شمال غرب كرواتيا ولا تزال تصنف على أنها بلدة على الرغم من كونها مماثلة لحجم القرية حيث يبلغ طولها مئة متر وعرضها ثلاثين مترا فقط ويعود تاريخ المدينة إلى القرن الحادي عشر تحتوي على برج من القرن السادس عشر وكنيسة من القرن التاسع عشر إلى جانب صفوف المنازل وتعرف المدينة أيضا باسم بلدة الكماء وهو فطر بري موسمي ينمو في الصحراء بعد سقوط الأمتار بعمق 5 إلى 15 سنتيمتر تحت الأرض ويستخدم كطعام وتقول أسطورة المدينة إن العمالقة عندما قاموا ببناء وادي نهر ميرنا القريب استخداموا الحجارة المتبقية لبناء المدينة وعندما نفدت منهم لم يتمكنوا من جعلها أكبر ويصفها السائحون بأنها بلدة ساحرة ويمكنك حجز أحد البيوت لقضاء عطلة في المدينة إذا كنت ترغب في الإقامة حيث تبلغ أسعار الغرف الخاصة وتبدأ من حوالي 33 جنيها استرلينيا في الليل أو شقة كاملة مقابل 88 جنيها استرلينيا وإذا كنت ترغب في مزيد من الرفاهية يمكنك الإقامة في أفخم فيلا في المدينة مع مسبح خاص لا متناهي مقابل 440 جنيها استرلينيا ولزيارة تستغرق الرحلة الجوية حوالي ساعتين من المملكة المتحدة إلى زغرب وتحتاج إلى القيادة لساعات قليلة أخرى للوصول إلى هناك وإذا قمت بزيارة المدينة في أكتوبر فيمكنك تجربة مهرجان جراب المحلي أما إذا قمت بزيارتها في 11 يونيو يمكنك مشاهدة التصويت السنوي على اختيار رئيس البلدية حيث تنص التقاليد على أن الرجال فقط ومن يحق لهم التصويت والذين يجب عليهم الإدلاء بأصواتهم عن طريق كتابتها على ملعقة خشبية وإذا كانت هذه أصغر مدينة في العالم فهل تعرف ما هي أصغر دولة في العالم؟ إنها الفاتيكان أصغر دولة في العالم إذا تتمتع الفاتيكان التي تعتبر دولة وفق القانون الدولي بسلطة مستقلة وفق نظام حكم ملكي مطلق يترأسه البابة تبلغ مساحتها نصف كيلومتر مربع تقريبا وللفاتيكان جواز سفر وطوابع بريد ولوحات سيارات وعلم ونشيد خاص بها وكانت الحكومة الإيطالية والكنيسة في العام 1929 وقع اتفاقية تم بموجبها الاعتراف بالفاتيكان دولة مستقلة ومنحت الدولة الكنيسة تعويضا ماليا عن المناطق التي أصبحت كات سيطرتها ويبلغ عدد السكان الحاملين لجنسية دولة الفاتيكان حوالي 600 شخص وفق إحصائيات العام 2011 يعيش معظمهم خارج البلاد ويعملون في مناصب كنسية في عدة دول بلا هالم